بسم الله الرحمن الرحيم أنا أحمد زكي العريدي من سكان عرابي أنا الآن أتواجد في سهل عرابي ليقدر بـ 28 ألف دنوم هذا السهل كان لدي طموح أن يكون عندي مزرعة تين نموذجية وريادية وهذا الطموح أنا بدأت بتجسيده وكان الفضل والمساهمة والمساعدة أيضا من الجمعية العربية لحماية الطبيعة التي ساعدت في هذا الصنف من التين المرغوب وفي الأسواق الفلسطينية والقابل أيضا للتصدير هنا المزرعة ستكون قائمة على خمس دنومات بزراعة 800 شتلة في داخل هذه الأرض تعتمد على تكثيف الأشجار تعتمد على نظام حديث في عملية تربية هذه الأشجار من التين وهي النوع الاحمادي المرغوب في أسواق الضفة الغربية وربما المحيط كونه صنف يعني من لذيذ الطعم وكذلك الحب جيد طبعا هون رح نعتمد في هذه الزراعة لأن يكون بين الشجرة والأخرى مترين وما بين السرب والآخر ثلاثة متر وسيعتمد على السقي والري التكميلي لهذه الشجرة هذا يعني يقودنا أن تكون هذه المزرعة النموذجية هي الأولى وهي بادرة من البادرة خيرة من أجل انطلاق مزارع أخرى كون السوك الفلسطيني هو بحاجة ماسة وكبيرة إلى منتوج التين بالأول أولا وثم إذا كان هناك أيضا زراعة أو الفائض من الانتاج إذا كان تحول إلى تجفيف من القطين وغير ذلك هذا النموذج المفروض لدينا أن ننطلق فيه في زراعة الأرض هنا بالضفة الغربية ونحمي هذه الأرض من إن كان الاستيطان أو المصادرة أو التصحر حتى أننا نحافظ على هذه الأرض لأنه سر بقائنا هو وجودنا في هذه الأرض هذه الأرض فقط يجب أن تكون لمن يخدمها ولمن يزرعها ولمن يفلحها ولمن يتعب فيها هذه الأرض أعطيها ستعطيك هي الأرض ثروة لكل مواطن هنا في الضفة الغربية كون معظم يعني تقريبا سكان الضفة الغربية 35% يعتمدوا على الزراعة ولو كان هناك تطوير وكان هناك مبادرات كمثل هذه المبادرة مبادرة التشجير التي قامت به الجمعية العربية لحماية الطبيعة هناك جمعيات أخرى بالمساعدة الجميع ممكن أن يكون هناك يعني تطور في هذه الزراعة بننظر كمان أن الجمعية العربية لحماية الطبيعة أنها تستمر معنا في الاستكمال أيضا هذا المشروع الريادي التي ساهمت التي ساهمت في بدايته وهي اللبن الأساسي في زراعة شجرة التين في هذه الأرض آمل أن يكون هناك أيضا مساهمات أخرى للانتشار لمزارعين آخرين وهي بادرة خيرة من هذه الجمعية التي يعني لم نجد صعوبة في عملية إقناع أو يعني الترويج لهذا الزراعة كونه هذا المشروع الريادي ويعني كان أخذوه بقلب مفتوح وبعقل مفتوح أن هناك فكرة جديدة أن هناك أرض يجب أن تزرع فلذلك سارعوا لم تأخذ العملية أيام حتى تمت الموافقة هي مجرد إجراءات لوجستية أو إجراءات خفيفة حتى أنه تم فعلا موافقة من قبل الجمعية العربية لحماية الطبيعة على مثل هذا المشروع الريادي في سهل عربي ترجمة نانسي قنقر